اتحمت قوات معززة من جنود وشرطة الاحتلال الاسرائيلي منزل المواطن حاتم ابو عصب المهدد بالاخلاء لصالح المستوطنين الاسرائيليين في القدس القديمة بجوار المسجد الاقصى المبارك هذا وحصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي المنزل من الخارج واغلقت الشارع المؤدية اليه وجاء ذلك عقب تسلم صاحب المنزل اختارا باخلائه وتعتبر سلطات الاحتلال الاسرائيلي المنزل من ضمن املاك الغائبين التي تزعم ان لها الحق في مصادرتها وهي احد الطرق التي تستولي فيها على المنازل والاراضي الفلسطينية خاصة في القدس المحتلة